العراق بيه حوالي 17 مليون طفل تحت عمره 15 سنة 17 مليون طفل يعني ما يشكل بحدود 42% من المجتمع العراقي خلينا نشوف الهرم السكاني للعراق هذا هو الهرم السكاني وهو هرم منتظم كما ترون واحد من الأشياء اللي حبها الإحصائيين لأنه ليس هرم منبعج أو مقعر أو إلى آخره هو بالضبط شكل هرم حقيقي شوفوا القاعدة مالته القاعدة مالته اللي هي الأطفال من عمر صفر إلى أربع سنوات ثم من عمر خمسة إلى عشرة ثم من عشرة إلى أربع طعش وهكذا الفئة هذه اللي إلى حد الخمسة عش سنة من العمر صفر إلى خمسة عش سنة تطلع بحدود 42% إحنا مجتمع شاب شاب جدا وفعال جدا وإذا استثمر الطاقات بطريقة صحيحة فيمكن أن يولد ما هو أكثر من النفط ثروة للعراق وقدرة لأجياله القادمة فإذن إحنا عدنا بحدود مثل ما قلت لكم 17 مليون طفل يشكلون الجزء الأهم من تركيبة المجتمع العراقي